هنا سأختم بثلاث رسائل رسالة إلى المجاهدين أنتم درة الجهاد وعنوان العزة والكرامة أنتم الأمل وبشائر النصر قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين أنتم أمانة الشهداء والجرحى والأسرى والعوائل هؤلاء الذين قدموا وضحوا في سبيل هذه المسيرة ثقتنا بكم كبيرة ونحن معكم ووراءكم الرسالة الثانية إلى الشعب اللبناني نحن في وطن واحد عملنا كل الفترة السابقة من أجل أن نبني هذا البلد وننقذ هذا البلد إسرائيل هي التي تعطل حياتنا جميعا بعدوانها المستمر إن التفافكم الإنساني اليوم والتفافكم الوطني من كل الطوائف والأحزاب ومن كل المذاهب يزيد اللحمة ويساعد لنبني وطننا سياسيا معا ضمن رؤية واضحة للصديق والعدو سنكون معا إن شاء الله ولا يراهنن أحد أنه سيستثمر فارج هالإطار حزب الله بائع على ألب لمن حابب وعلى كل حال الميدان هو الذي يعطي النتيجة رسالة الثالثة لأهلنا يا أهلنا الذين نزحوا وتضرروا وبحوا نحن نقدر تضحياتكم أبناؤكم في الميدان وأنتم في النزوح والله أنتم أشرف الناس وأعظم الناس وأنبل الناس نحن وإياكم في مركب واحد نحن عائلة واحدة وخط واحد يصيبنا ما يصيبكم ويفرحنا ما يفرحكم نعلم أن التضحية كبيرة لكن علينا أن نتحمل علينا أن نصبر رغم الصعوبات اليوم إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد للليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر إن النصر مع الصبر هذا يحتاج إلى صبر لكن أعدكم وعدا وعده سيدنا الأمين العام السيد حسن رضوان الله تعالى عليه أعدكم بأن تعودوا إلى بيوتكم التي سنعمرها وستكون أجمل مما كانت عليه وقد بدأنا إعداد المقدمات التي تساعد عندما ننتهي وننتصر لنباشر العمل إن شاء الله بالتعاون مع كل الأطراف لن نترككم كما نعلم أنكم لن تتركون وليرى العدو ما هذه المقاومة العظيمة مع شعبه العظيم والسلام